وإيران عادت لعمليتها العسكرية على الأراضي العراقية وضربت صباحا هذا اليوم أراضي إقليم كردستان بعد توقف لعمليتها العسكرية جاء لمدة أكثر من شهر عادت هذه الأمور مرة أخرى وإيران من دون أي حرج وتحديدا وكالات الأنباء الإيرانية الخاصة بإيران طبعا والمقربة من الحرس الثوري الإيراني مثل وكالة تسنيم مثل وكالة مهر نيوز وغيرها من الوكالات تحدثت بأن القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني هي التي تقود هذه العملية على أراضي إقليم كردستان كانت هناك عددا من اللقطات تصويرا لعدد من المقاطع لهذه الضربات التي جاءت على أراضي إقليم كردستان سنحاول أن نلقي نظرة على هذه الضربات تحديدا التي ترونها أمامكم وهي جاءت بهذا الشكل هذه لقطات كثيرة لهذه الضربات الضربات كانت مكثفة كانت عديدة كانت على عدد من النقاط في إقليم كردستان بالتالي الأمر لم يكن سهلا أبدا من هذه الضربات إذن دعونا الآن نتجه إلى الخارطة مباشرة لكي نحاول أن نفهم ما الذي جرى صباح هذا اليوم على الداخل العراقي تحديدا طبعا هذه هي الجماعة التي قادها الحرس الثوري الإيراني جاءت بثلاثة أنواع من الأسحة التي استخدمت طبعا استخدمت المدفعية الإيرانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة الإيرانية في هذا الهجوم وأيضا استخدمت الصواريخ المناطق والمنطقة باللون الأصفر هي منطقة حكومة إقليم كردستان ونفوذ حكومة إقليم كردستان المنطقة باللون الأحمر هي مناطق الحكومة الاتحادية إذن ثلاثة أنواع من هذه الأسلحة قد استخدمت واستخدمتها إيران صباحا هذا اليوم وكانت الأهداف تأتي على ثلاث مستويات في إقليم كردستان جاءت أولا على سيدة كان وكويسنشق كانت قبلها أساسا وكانت حتى على مدينة السليمانية وتحديدا إلى مناطق تأتي إلى جنوب شرقي السليمانية دعونا الآن نقترب لمنطقة منطقة واحدة تلو الأخرى لنبدأ من كويسنشق المهمة للغاية ولنفهم ما الذي جاء فعلا لهذه المنطقة بالبداية أن هذه المنطقة التي ترونها هنا فإنها تأتي إلى عمق ما يقارب 65 كم عن الحدود العراقية الإيرانية لاحظ نوعية هذه الضربة التي جاءت كذلك في نفس الوقت بأن هذه الضربات تحديدا على كويسنشق استخدمت فيها الصواريخ الكلام الرسمي القادم والحديث القادم يتحدث عن أن الهجوم كان هجوما صاروخيا من قبل الحارس الثوري الإيراني هنا كما تلاحظون دعونا نأخذ الصواريخ مرة أخرى وهذه هي الصواريخ الحديث عن صاروخي قد استخدمت على هذه المنطقة المهمة للغاية بعض الإشاعات تحدثت بأننا كنا أمام أربعة صواريخ ما هو الهدف ما الذي استهدفوه في كويسنشق الهدف الأساسي هو كان مقر تابع للحزب الديمقراطية الكردستانية الإيراني الموجود في إقليم كردستان هذه الضربة كانت دقيقة للغاية أدت إلى قتل شخص واحد من الحزب الديمقراطية الكردستانية الإيراني وكذلك إلى جرح ثمانية أشخاص بحسب تصريحات قادمة من وزير الصحة في إقليم كردستان وهذا الشخص الذي قتل في حقيقة الأمر هو كان هذا الشخص بحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي هو ريبوار محمد هذا الرجل هو أحد القيادين في الحزب الديمقراطية الكردستانية الإيراني المعارض لإيران قتل في هذا الاستهداف وأيضا لنذهب مباشرة إلى مدينة السليمانية الآن لكي نحاول أن نفهم طبيعة الضربة التي جاءت هذه هي مدينة السليمانية النقطة التي ضربت والتي استهدفت هي تأتي إلى جنوب شرق مدينة السليمانية لنقترب من هذه المنطقة هناك نقطتين مهمتين هي التي استهدفت ولكن يجب أن نفهم بأن الهجوم لم يكن بالصواريخ بل كان بثلاث طائرات مسيرة إيرانية هي التي حققت هذا الهجوم الهدف الأساسي كان على قضاء عربة الذي ترونه هنا وكذلك على منطقة مهمة أخرى وهي منطقة زاركويز هذه هي منطقة زاركويز هي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا الذي ترونه هنا تقريبا زاركويز هي التي تم استهدافها في حقيقة الأمر هي تأتي بهذه المنطقة وكانت هناك مقرات في حقيقة الأمر ليست للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بل لحزب كوملة المعارضة الإيراني أيضا استهدفت هذه النقاط بكل دقة من هذه الطائرات المسيرة لا مشاكل أبدا في استياد هذه المناطق في ظل طائرات مسيرة دقيقة إيرانية قد تكون شاهد 136 المفخخة هي التي استخدمت على هذه النقاط ولكن الأنباء لن تتحدث بشكل أكيد إذا ما كان هناك قتلى أو جرحة بالحقيقة قالوا بأن هذه المقار كانت قد أخليت من حزب كوملة وبالتالي لا إصابات ولا جرحة بعض الأنباء الغير مؤكدة تحدثت عن ثلاث جرحة ولكن لا قتلى في نهاية المطاف في هذه النقاط دعونا الآن نذهب إلى سيدكان التي قد تعتبر هي الأخطر على الإطلاق لنتجه إلى سيدكان الآن وبالنظر إلى هذه المنطقة في سيدكان تحديدا استخدمت المدفعية بحسب تصريحات قادمة من مدير ناحية سيدكان الحرس الثوري الإيراني كما تحدثنا القوات البرية للحرس الثوري هي التي قادت هذه المسألة وطبعا النقاط التي ضربت هنا سيدكان التي ترونها بربزين هي التي ضربت وكذلك جبل السقر الذي ضرب هنا في هذه المنطقة وطبعا كانت الضربات مكثفة بحسب التصريحات التي جاءت من مدير ناحية سيدكان بالمدفعية الإيرانية وفي هذه الضربات تحديدا مقارنة بأي ضربة أخرى هناك خطر كبير للغاية لأن هذه المناطق أساسا كان فيها العديد من المدنيين أساسا بالعديد من القرى موجودين في هذه النقاط حتى هنا بهذا الاتجاه ولكن هذه القرى وهؤلاء المدنيين قد غادروا هذه النقاط بحسب تصريحات جاءت من السلطات الموجودة في إقليم كردستان وبالتالي على ما يبدو جبل السقر لم يتبقى فيه إلا عددا من عناصر المعارضة أو الأحزاب المعارضة الإيرانية لإيران الموجودة في إقليم كردستان وهذه المنطقة بالضربة المدفعي قد تعني ببساطة بأننا أمام خطة جديدة لإيران للتقدم على المستوى البري خاصة وإن إيران تريد نزع السلاح من هذه الأطراف لأنها تعتقد بأن هذه الأطراف تتدخل في التظاهرات التي تجري في الداخل الإيراني تمد التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني بالسلاح بحسب ما تزعم إيران وما تتحدث إيران حتى هذه اللحظة لا إثباتات على هذه المسألة لكي نكون منصفين على المستوى الإعلامي ولا حتى على مستوى إثباتات ظهرت من عدد من المسؤولين هي تصريحات وانتهت هذه المسألة وبالتالي خطر الهجوم البري يبدو حاضرا في هذه المسألة وفي طبيعة الهجوم الذي تقوده إيران الآن وكانت هناك أساسا تقارير تدعم الكلام الذي ذكرته لكم كانت قد ظهرت في السابق في الهجوم الذي بدأوه أساسا تقريبا في سبتمبر الماضي وجاءت مثلا وكالة روداو لتأخذ تصريحات من آمري قيادة هيغورد الذي قال بأن هناك أن القوات الإيرانية توغلت بعمق أكبر نحو المناطق المأهولة في ناحية سيداكان بل أن مراسلة إحدى مراسلات البي بي سي كانت قد تحدثت أيضا بأن هناك دخولا على مسافة 2 كيلومتر لهذه القوات الإيرانية ولكن بعد إيقاف إطلاق النار في الثامن من أكتوبر الماضي انسحبت هذه القوات البرية الإيرانية وبالتالي قد نكون هنا أمام استكمال لهذه المسألة الخارجية الإيرانية وتحديدا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني كان لديه تصريحا في هذه المسألة واعتبر بأن الأمر قانوني ودفاعا على النفس وقال الانفصاليين الكرد نفذوا عمليات ضدنا واستهداف مقراتهم يأتي في إطار حقنا في الدفاع عن النفس معتبرا طبعا أن ردنا جاء بعد عدم اتخاذ بغداد وأقليم كردستان إجراءات لمواجهة تهديدات الجماعات الكردية متى أبلغت إيران العراق بهذه المسألة هم أبلغوا العراق الشهر الماضي بعد إيقاف إطلاق النار في الثامن من أكتوبر الشهر الماضي ذهب السيد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي إلى طهران التقى وزير الخارجية الإيراني كانت التصريحات طبعا حاضرة من قبل الإيرانيين من وزير الخارجية الإيراني بأننا لن ننتظر كثيرا عليكم أيها العراقيون القيام بشيئين مهمين الأول هو أن تتركوا هذا الأمر وتدعوا الأمر لنا وأن نتدخل ضد هذه الأطراف ونقوم بنزع السلاح منهم ولكن الأمر الأهم والخيار الأهم للعراق لكي يتفادى هذه العملية العسكرية بأن على العراق أن يقوم بنزع السلاح من هذه الأطراف تحويلهم إلى مدنيين أو طردهم من إقليم كردستان وبالتالي لن ترون أي عملية عسكرية على داخل إقليم كردستان الواضح بأن هذه المفاوضات لم تصل إلى طريق وفشلت ولذلك نحن أمام هذه العملية العسكرية الإيرانية التصريحات العراقية الرسمية كانت حاضرة من إقليم كردستان الرئيسي إقليم كردستان السيد نجيرفان البرزان اعتبر هذا الهجوم وهذه الضربات الصاروخية وبالطائرات المسيرة وبالمدفعية غير مبررة وطالبة الحكومة الاتحادية بفعل شيئا تجاه هذه الهجمات الغير مبررة نهائيا السيد أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية قال بأننا لن نقف مكتوفية الأيدي أمام هذه الهجمات ليس واضحا من ممكن أن يفعلها العراق خاصة وأن عند بدء هذه العمليات العسكرية قبل توقفها في الثامن من أكتوبر كانت هناك مذكرة احتجاج سلمها العراق للسفير الإيراني ولكن الواضح بأن الأمور عادت من جديد من دون أي مشاكل وإيران عادت لعملياتها العسكرية وكأن لم تكن هناك أي مذكرة احتجاج التنديد الدولي كان حاضرا نتحدث عن يونامي الأمم المتحدة أدانت هذه الهجمات القنصلية الأمريكية الموجودة في أربيل الخارجية الأمريكية كذلك السفيرة الأمريكية في بغداد نددت تماما بهذه العمليات التي تأتي ضد إقليم كردستان الاهتمام الأمريكي والتنديد الأمريكي السريع تجاه هذه المسألة كندا نددت العديد من الدول قد نددت بهذه العمليات ولكن التنديد الأمريكي هنا يأتي سريعا للغاية بسبب اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في إقليم كردستان تحديدا واستقرار الطاقة في العراق بشكل عام وهذا كان واضحا من خلال زيارتي وفدين قد جاء في الشهرين الماضيين من وزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف قد حضرت إلى بغداد حضرت إلى أقليم كردستان وأيضا سلسيت وولندر وهي كانت على رأس وفدين من وزارة الدفاع الأمريكية أيضا قد ذهبت إلى بغداد وذهبت إلى أقليم كردستان بعد ضغط كبير قادم من الكونغرس الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ من أغسطس الماضي حول مسألة أربيل تحديدا والطاقة في أربيل لأنهم وجدوا بأن الهجمات الإيرانية الهجمات القادمة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران على أربيل على نقاط الطاقة على مشاءات الطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي تؤثر على عمل الشركات الأمريكية الموجودة في إقليم كردستان ومسألة الطاقة مهمة لهم ولكنها لم تصل أيضا إلى طريق وها نحن أمام عملية عسكرية كبيرة قد تتطور إلى توغل إيراني خطير مسألة الهجوم على إقليم كردستان وحتى المملكة العربية السعودية كانت حاضرة على مجلة بوليتيكو الأمريكية في الحادي عشر من نوفمبر قبل تقريبا ثلاثي أيام من الآن ولاحظوا كيف أن أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قال لبوليتيكو مؤخرا المسؤولون الأمريكيون والسعوديون يراقبون أيضا تهديدا متزايدا من إيران للعراق بعد ذلك نحن أمام هذا الهجوم الذي نتحدث عنه الآن على الداخل العراقي على داخل إقليم كردستان طبعا بالنسبة لبوليتيكو كانت قد نقلت عن طريق مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية سبب دخول طائرات البيفتيتو طائرتين من البيفتيتو من القاذفات النوبية دخلت للشرق الأوسط حلقت معها طائرات الشبح الإسرائيلية لأول مرة كذلك حلقت معها بعد دخولها للأراضي السعودية للمملكة العربية السعودية حلقت معها طائرات الأف خمسة عشر التي ترونها هنا للمملكة العربية السعودية بحسب ما نشرته وزارة الدفاع السعودية حلقت مع البيفتيتو في رسالة واضحة لإيران وللتهديدات القادمة نحو البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية وكذلك كما ذكر على العراق وكانت واحدة من اللقطات التي تظهر هنا كما تلاحظون البيففتيتو وهي تحلق هناك عدد من النقاط لهذا التحليق قد يعطينا فكرة عن طبيعة التحليق وإن جاء هذا التحليق لهذه القاذفة المهمة للغاية هناك نقاط تضاريسية مهمة جدا هنا وكذلك هناك نقطة أخرى باللون الأبيض كما ترونها وأيضا هناك عددا من المدن التي تبدو والبيوت التي تبدو باللون الأبيض بهذا الشكل مع الطريق المميز أيضا يأتي بهذا الطريق وهذا طريق مميز للغاية وواضح يساعدنا كثيرا على معرفة أين جاءت هذه الطائرة وإن كانت تحلق فوق المملكة العربية السعودية هي مسألة مهمة للغاية قد تعطينا فكرة عن طبيعة الرسالة التي كانت تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية لنتجه الآن إلى القمر الصناعي عندما نشاهد القمر الصناعي الآن ولنتجه إلى هذه المملكة العربية السعودية تحديدا إلى تابوك ستلاحظون الآن فوق تابوك هنا ستجدون هذه هي تابوك إلى جنوبها هناك عدد من النقاط التضاريسية المهمة جدا وبالتالي بالتفافة بسيطة بهذا الشكل إلى جنوب تابوك هذه المنطقة المهمة وإذا ما اقتربنا قليلا من هذه المنطقة ستجد نفسك أمام نفس العلامات وأمام نفس النقاط من دون أي مشاكل كل شيء متطابق مع هذه المنطقة بالتالي طائرة البيففتيتو واضح تماما بأنها كانت تحلق في منطقة مهمة للغاية كانت تحلق تحلق فقط وتدخل بهذا الاتجاه إلى الخليج العربي طبعا ولكن الواضح بأنها قد أخذت التفافة وقد وصلت إلى البحر الأحمر في إشارة واضحة جدا عن بأننا موجودين مع حلفائنا في الخليج العربي موجودين مع المملكة العربية السعودية وبالتالي الفكرة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية عن هذا التحرك في إرسال هذه الرسالة لإيران ولكن بالنسبة لإقليم كردستان الواضح تماما بأن ليس هناك الكثير من التغيرات هذه التهديدات التي نتحدث عنها هي كانت حاضرة من بداية هذا الشهر من الول ستريت جورنل تحدثت عن هجوم مقبل قادم على أربيل وعن هجوم على البنى التحتية النفطية على المملكة العربية السعودية وطبعا هي كانت بمشاركة معلومات استخبارية من قبل المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع من حالة التأهب في منطقة السعودية وعدد من الدول الأخرى قد تكون طبعا الإمارات العربية المتحدة واحدة من هذه الدول طبعا إيران استخفت بهذه المعلومات قالت بأن هذه المعلومات هي ليست دقيقة وليست صحيحة وليس هناك أي تهديد على مستوى الخارجية الإيرانية طبعا ولكن ما هو مفاجئ بأن القنوات الخاصة التابعة للحرسة الثورية الإيرانية نشروا مقطعا لفيديو بعد يوم واحد من التقرير في الول ستريت جيرنال يهددون فيه المملكة العربية السعودية ودعونا نلقي نظرة على هذا الفيديو وهذا المقطع الذي نشر لطائرات مسيرة تتجه إلى أرامكو بغرافيك وتصميم عالي للغاية لطائرات شهد 136 وهي تهاجم منشآت أرامكو في تهديد خطير للغاية وكما تلاحظون الطائرة ستنخفض أيضا اليوم كانت هناك بعد الهجمات وبدء الهجمات على أربيل هذه اللقطات التي نوعا ما يسيئون بها المملكة العربية السعودية لاحظ علم المملكة العربية السعودية هنا وبالتالي هم يريدون قول بأننا قادمون قريبا وغيرها يتواعدون المملكة العربية السعودية بأنهم سيقومون بمهاجمة نقاط الطاقة وكانت هناك الصورة في نهاية هذا الفيديو لجنبية يمنية الجنبية اليمنية في إشارة بأن جماعة الحوثي سيقومون بهجوم على المملكة العربية السعودية بالتالي ترقب كبير جدا لهذا التصعيد الخطير الذي نتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية تفهم بأن إيران تريد تهاجم مناطق الطاقة تريد تهاجم مناطق الغاز الطبيعي في إقليم كردستان وتريد تهاجم أيضا في نفس الوقت البنى التحتية النفطية في السعودية وهذا يعني إمدادات الطاقة ستتأثر معنى ذلك مساعدة روسيا في حرب الطاقة معنى ذلك بأن العالم سيدخل في مشكلة حقيقية مع قروب وقروب أوروبا من الشتاء القارس القادم في ظل نسب تضخم عالية جدا مثلا في أوروبا عندما نتحدث عن ألمانيا وصلت إلى 10.4% لأسعار التضخم بسبب أزمة الطاقة كل شيء أصبح غاليا في ألمانيا وكذلك في بريطانيا تلاحظ 10.1% التضخم في بريطانيا ليس طبيعيا أبدا بل أن إيطاليا تعاني بنسبة 11.9% نتحدث عن 12% تقريبا في إيطاليا هذا التضخم الكبير من الممكن أن يزداد لو كانت أو تحققت بعض الضربات الناجحة من قبل إيران مباشرة على أمدادات الطاقة في السعودية في أربيل وغيرها بالتالي الموضع خطر للغاية وهناك أسئلة كبيرة جدا تطرح ما الذي ممكن أن يحدث ما الذي ممكن أن يتطور في هذه المسألة وطبعا أود أن نبدأ الآن مع ضيفنا عبر السكايب من إسطنبول أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالاستراتيجيات وقضايا الأمن في العراق الدكتور قحطان الخفاجي أهلا وسهلا بك دكتور قحطان يبدو أن دكتور قحطان غير جاهزا حتى هذه اللحظة إذا مشاهدين الكرام نحن أمام فعلا تطورات كبيرة جدا تأتي على العراق العملية العسكرية الإيرانية هي مفاجئة للغاية طبعا هي تضع أسئلة كبيرة جدا لماذا جاءت هذه العملية الآن خاصة وأن العراق الآن لديه رئيس وزراء عراقي جديد ولماذا إيران لم تعطي فرصة لسيد محمد شاع السوداني لمعالجة هذا الملف المهم للغاية خاصة وأن سيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي السابق كان كحكومة تصريف أعمال لم يكن قادرا على الكثير من التفاصيل كانت هناك كثير من التطورات الخطيرة التي جاءت وباجهتها بغداد ولكن الآن رئيس الوزراء العراقي الجديد يعني له أيام فقط في رئاسة الوزراء ولكن إيران لم تعطي ولم تنتبه لهذه المسألة هي تضع اتهامات كبيرة جدا على الأطراف المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان وتقول بأن هذه الأطراف تتدخل في التظاهرات تؤجج هذه التظاهرات حتى في تهديداتها على المملكة العربية السعودية هي تقول ببساطة بأن السعودية تتدخل ليس بالسلاح ليس بالرجال وإنما تتدخل عن طريق وسائل الإعلام الخاصة بها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي أصبحت السعودية أمام عدد من التهديدات من جماعة الحوثي كذلك من جماعة مسلحة أخرى موجودة في العراق وكذلك أيضا تهديدات مباشرة من إيران بالتالي هناك أسئلة كبيرة جدا كيف من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا التي تجد أن هناك استهداف للطاقة في الشرق الأوسط آخر ما تتمنىها الولايات المتحدة الأمريكية هو أن ترى ضربة ناجحة إيرانية على أمدادات الطاقة إن كانت على المملكة العربية السعودية أو كانت مثلا على أربيل بالنسبة لقضية أربيل المسألة ليست متعلقة بإمدادات الطاقة بقدر ما هي متعلقة بتطوير الغاز الطبيعي في إقليم كردستان هذه المسألة كان الحديث عنها كبير للخاية خلال هذا العام كانت هناك ضربات مباشرة بالصواريخ الباليستية تحدثوا بأن هناك عناصر إسرائيلية من الموساد الإسرائيلي استهدفوها واجتماعات وغيرها بعد ذلك تضح من العديد من التفاصيل القادمة من النيورك تايمز من الواشنطن بوست وحتى إسرائيل سربتها عن طريق صحفها قال ليس هناك عناصر لإسرائيل أو استهدافا لهذه المسألة وبدأ الحديث عن أن هناك هجوما على الطاقة في الغاز الطبيعي بالتالي الهجوم الإيراني الذي يأتي اليوم بهذا الشكل وهو سيستمر بحسب التصريحات الإيرانية مع حقيقة أنه كان هناك انفجارا يوم أمس أيضا في إسطنبول في تقسين تحديدا انفجار إرهابي خطير للغاية حزب العمال الكردستاني قال بأننا لسنا مسؤولين عن هذا الأمر ولكن تركيا اتهمت مباشرة حزب العمال الكردستاني بأنه يقف خلف هذا الهجوم هو المسؤول عن هذه القضية لم يدخل أو لم تدخل الأمرأة أو المرأة المسؤولة عن هذا التفجير التي ألقوا القبض عليها اليوم لم تدخل من العراق ولكنها دخلت في حقيقة الأمر من سوريا بحسب التصريحات الخاصة بتركيا من القوات الأمنة التركية التي ألقت القبض عليها ولكن هي تفتح الباب بسرعة بأن تركيا قد تبدأ بعمليات مكثفة أكبر على حزب العمال الكردستاني إيران تضرب العناصر المعارضة لها الموجودة في إقليم كردستان على هذا الأساس إقليم كردستان أصبح بيئة غير مؤهلة للاستثمار أبدا الشركات الأمريكية لن تتمكن من العمل في هذه النقطة حتى أن الصحيفة البوليتيكو الأمريكية قبل ثلاثة أيام عندما تحدثت وكررت مسألة التهديد الإيراني الذي يأتي على السعودية والذي يأتي أيضا على إقليم كردستان تحدثت بأن هناك قوات أمريكية موجودة في هذه المنطقة وبأنهم يحاولون أن يحمون مصالحهم طبعا بالنسبة لمصالحهم جزء من هذه المصالح هي الشركات الأمريكية التي تعمل في الغازة الطبيعية هناك ونتذكر تماما كانت هناك ضربة كبيرة جدا لأحدى طائرات المسيرة من شاهد 136 إن لم تخني الذاكرة كانت أيضا مهاجر ستة في حقيقة الأمر الإيرانية القاصفة كانت قد اقتربت من أربيل تقترب شيئا فشيئا انتبهت الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المسألة وقامت بحسب السيئان الأمريكية بتحليق أحدى طائراتها المقاتلة من الأف 15 وتمكنت من ضرب هذه الطائرة المسيرة وأسقاطها طبعا إيران حذرت الولايات المتحدة الولايات المتحدة قالت بأنها مستعدة لحماية ظروفها ووضعها ولكن لاحظ العراق يقف وسط معركة كبيرة للغاية على الطاقة الولايات المتحدة ترى هذا الأمر خطيرا ترى إيران تساند روسيا على مستوى حرب الطاقة عليها وعلى أوروبا بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية انخفضت تضخم فيها بعد الانتخابات النصفية إلى 7.7% طبعا خفضت من 9.1% حبطت إلى 8.5% 8.3% 8.2% ووصلت إلى 7.7% والشرجي جدا للديمقراطين في ظل انتصار مهم حققوه طبعا في مجلس الشيخ وكذلك قد يحققون شيئا في مجلس النواب